اذا كنت أردتكم بخير اليوم نبدأ في شابتر 14 في الأكاونتنج ديفيدنس لتنورد إيرننجس وإنكام ريبورتنج طبعاً قبل أن نبدأ أحبس أفكاركم أن هذا الفيديو ليس مصدر الأساسي لم يكن هذا المذاكرة لكن هذا سيكون وسيلة إذا كان هناك قطعة منك أحاول أن أشرح معك لكن المصدر الأساسي يجب أن نبدأ اليوم نتحدث عن الديفيدنس الديفيدنس هنا معناها أرباح أنت شخص تضع فلوسك في الشركة تتوقع أي أرباح محدش بيضع فلوسه في شيء طالما لا يرجع له منها عائد أو الهو الربح فالديفيدنس سيكون كوربوريشن ديستربيوشن أو كاش أو تو اتس ايه انت شخص رحت عند شركة اشتريت أسهم الأسهم أنت تتوقع قدامها يرجع لك عليها لفلوس الأسهم يرجع لك من آخر أرباح الأسهم تتداوط بفلوس وهو كل حالتين على حسب أن تريد تريد فلوسك كاش تريد فلوسك كاش فالديفيدنس تكون أرباح الشركة بتوزعها عن طريقة على هيئتين الكاش أو الستوكس الديفيدنس أرباح لها أربعة أشكال الشركة تضع لك كاش أو ستوكس أسهم أو تضع لك ملكية بدل ما الشركة تضع لك مليون جليل تضع لك عقار أو تضع لك شقة أو نوتس بيابول تضع لك مثلا شيك هتقدر تستخدمه كمان ثلاث شهور مثلا أي حاجة يعني تستخدمها قدام ماشي طيب أنا دلوقتي بنعبر عليهم إزاي أو الأرباح بنعبرها بطريقتين إيه دولار برشير سيضع لك رقم أو % أو % أو value يعني هذه الحتة يعني نشرحها قدام بالتفصيل طيب دلوقتي عندنا نوعين لديفيدنس أو الأشهر يعني أكثر نوعين مشهورين two types سأقوم بس هنا two types of dividends ما هم أول واحدة الكاش لأنا أوزع أرباحي عن طريق فلوس أو أو أنا أوزع عن طريق الفلوس أو stocks سنقوم بسرعة سنقوم بسرعة يعني كل واحدة فيهم بتفصيل ممل دلوقتي لما نأتي عند الكاش أول شيء سنقوم بسرعة الكاش 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 أنت دلوقتي كشركة أنت دلوقتي شركة الناس اشتروا من عندك أسهم في نفس الوقت أنت لازم توزع لهم الأرباح بتاعتك أنت هتوزع الأرباح على هيئة على هيئة فلوس فيه ثلاث حاجات لازم يكونوا متوفرين عندك نابل ما تطلع على الفلوس دي ماشي؟ أول حاجة كاكاش لازم يكون عندك ايه؟ ريترنت إرنينج ماذا ريترنت إرنينج دي؟ من شابتر سيرتين ونحن فاكريين ريترنت إرنينج دي بتكون الأرباح اللي الشركة عملتها من جوها نفسها مثلاً أنت شركة مبيعات أنت بعت عشر تلاف واحدة فلوسة العشر تلاف دي بنسميها ريترنت إرنينج لو فيه شخص من بره حط فلوسه في الشركة كستس مار كستوك بنسميها ايه؟ فالريترنت إرنينج بتكون أرباح دخل الشركة الشركة هي اللي بتعملها منها نفسها مجهود الشركة ماشي؟ ثاني حاجة Availability ثاني واحدة بس هو في اين؟ آه شكل هتقرف ماشي هنجل حتى المادي To Availability Of cash وفرة الفلوس أنا دوريتي كشركة عايزة أوزع فلوس عندي أول حاجة أبص عندي الارباح اللي أنا عندي الارباح اللي معادي هل أرباح هل عندي أرباح في الشركة؟ أو تمام طيب هل أنا عندي وفرة في الكيش؟ عندي سيولة في الفلوس؟ هل أبقى فتحت الخزن اللي قد فيها فلوس؟ هل ممكن أنا أوزع كشركة أوزع فلوس؟ أو أدي لك أرباح حقوة أنا معيش فلوس؟ لا طبعا كده الشركة هتفلس فلازم يكون عندي return earning ولازم يكون عندي availability of cash أو يعني لها معانا تاني أو كلمة تانية adequate of cash ماشي والثالث حاجة declaration of dividends نشرحوا مدلاتي واحدة واحدة أول حاجة return earning return earning return earning معناها إحنا قلنا الفلوس اللي الشركة بتعملها منها نفسها طيب أنا كشركة عايز أخلاص هوزع فلوس الأرباح للناس اللي اشترا عندي أسهم وبوصع return هل أنا قانوني؟ هل ليجل لو أنا وزعت فلوسي من return earning؟ أيوة توزيع الفلوس أو أنك يعني تدفع الكاش الكاش dividends من return earning ليجل ماشي؟ لكن أنك تدفع dividends من paid in capital إليجل ما ينفعش تدفع فلوس من paid in capital paid in capital دي إيه بقى تاني؟ paid in capital دي الفلوس اللي المستثمرين بيحطوه في الشركة المستثمرين هم مين أي شخص؟ أنت شخص اشتريت سهم؟ السهم بتاعك ده بيكون عبارة عن فلوس أنت بتدل الشركة فلوس؟ والشركة بتدديك أسهم الفلوس التي تدفعتها في الشركة دي تعتبر ايه paid in capital هل ينفع الشركة تيجي تقولك أنا هديك فلوس أرباحك من paid in capital؟ لا دي اعتبر ايه illegal ويعتبر ايه لها اسم عندنا في المنهج مشهور اسمه liquidation أو liquidating dividends ويعتبر ايه ويعتبر ايه عادي اوزع ارباح او اوزع اوزع ارباح اوزع اوزع عادي هل يمكن اوزع من paid in capital؟ ما ينفعش ماشي؟ illegal او لها اسم التاني بيسميه liquidating dividends ماشي؟ دلوقتي الادوي اعلم لما اريدك بس نقطة التانية ثانية حاجة عندنا adequate of cash او availability of cash الavailability of cash لازم اوزع الفلوس انان في الوضع هل انا المُمتاح ولا لا ما ينفعش مثلا انت تكون عندك ازمة اقتصادية وانت توزع العادية ما ينفعش عندك مثلا الفلوس اللي معك على الاد وانت توزع العادية انت كده لا ما ينفعش انت يجب اول شهر أنا كشركة هل عندي هل اكبر هل افتح فرع جديد هل افتح مكتب بيدي هل احتاج فلوس او لا فهنا في الهفل بريدي اوف كاش لازم نشوف البرد of directors must consider future cash needs of company لازم نشوف هل الشركة هتحتاج فلوس قدام لا مش هتحتاج كاش ديفدنس لذلك الشركة معنا وفرت سيولة لذا الشركة ليس معها سيولة اوزع الستوكس وستدعي عليها كمان شوية مثل حاجة عندنا declaration of dividends انا كشركة مين بيدي القرار الذي نقوم بتجدعي من البرد of directors مجلس الادارة مجلس الادارة يجتمع كل سنة يقول اه الشركة عمل ترباح كويسة لدينا سيولة خلاص اعلن الجدعال الذي نقوم بتوضيح الارباع اي حد استثمر لنسبته حط فلوس كذا هياخد عليها نسبة كذا فمعناها ايه؟ البرد البرد of directors decide if the company will pay dividends or not عموما this declaration of dividends ليس لحد ما يتم اعلانها مثلا انت في الوقت شخص استثمرت فلوسك في الشركة ايه؟ الشركة انت في الوقت حطيت مئة ألف جنيه انت متوقع يرجعوا لك كاب مئتين ألف ده معنى ايه؟ ان الشركة تدين ليك بمئتين ألف وانت تدين ليها بإيه؟ بلستوكس؟ مش انت اشتريت ستوكس؟ يبا انت انت لك عندها كام مئتين ألف جنيه وهي لها عندك الا انت لك عندها الاسهم وهي لها عندك كام الكاش طيب لو الشركة دلوقتي اعلنت انها مش هتوزع ارباح هل ده معانا هي لايباليتي؟ لا لازم الشركة تعلق قصدي لا 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 الناس فقط لخبطها اول تاني انت اشتريت اسهم او اشتريت ايو اشتريت اسهم بمئة ألف ماشي؟ المئة ألف دي انت بتحققها سترجعلك عليها فلوس وزيادة طيب هل كده معاناة ان الشركة ملزمة انها توزع عليك الارباح دي؟ لا لازم الشركة تعلم انها هتوزع ارباح يوم مثلا يأتي كده مجلس الادارة يقول لك الجدعان خلاص هنوزع الارباح كده الشركة ملزمة غصبا عنها لا تديك نسبتك طيب لو الشركة لم اعلنتش عادي طيب تستنى لحد ما الشركة تعلن طيب الشركة ممكن تعلن في خلال دي؟ لا تعرفش سنة سنتين عادي كما هم عايزين لكن لحد ما هم يعلنوا انهم هيوزعوا الارباح انت كده مش عليهم اي الزامات ماشي؟ الآخر ايه؟ نوت ليابلتي حسنا حسنا سرح لحتيت الديكليرش و الديفتن لذي كده واحدة واحدة اول حاجة الشركة دلوقتي قالت ايه؟ نحنا نوزع الارباح بالفلوس اول حاجة تأتي الشركة كده مثلا كده بتعمل الاجتماع ايا اي جدعان النهاردة جدعان سنوزع الأرباح. لو وزي الأرباح هذا مثلا في يوم الحد. يوم الحد نسميه ايه? declaration date. الشركة اعلنت انها هتوزع الأرباح. بعد ما توزع الأرباح فيه حاجة عندنا اسمها ايه? record date. record date. اليوم اللي احنا بنسجل فيه. بنسجل فيه مين هياخد اسهم كذا. مين اللي فلوس. ماشي? واخر حاجة عندنا ايه? payment date. نتكلم عليهم واحدة واحدة. declaration date. انا الشركة اعلنت خلاص اللي انا هوزع الأرباح. يبقى انا علي ايه دلوقتي? علي liability. علي الزامات. اعلنت اللي انا هوزع. يبقى انا خلاص انا دلوقتي مجبر او ملزم اني هوزع. entry. الانتري بتاتنا بتقول كالقاتي. cash. dividends. دي في الديبت. و. dividends. payable. دي في الكريدت. دي ايه? دي الانتري بتاعتنا. ads the date of declaration. لو الشركة اعلنت انها هتوزع. انا شركة اعلنت. حل انا دفعت? لا لسه ما دفعتش. هل انا ملزم? ايه انا ملزم. فالديفدنس بابل دي تعتبر ايه? liability. ماشي? اه دلوقتي. انا كده مثلا كده ناخد 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 اكزومبر. يقول لنا كده مثلا. اه الشركة اعلنت الشركة اعلنت اه عن اه الشركة في يوم مثلا. اه جانيوري ون. 2019. انها هتعمل cash dividends. الماركت فاليو بدولار. ماشي? ماركت فاليو بدولار. والبار فاليو بخمسة دولار. وكم شير? مثلا عندنا ميت شير. الانتري بتاعتنا. الانتري بتاعتنا كالقاتي. اول الحاجة. ال cash dividends. هنعمل ايه هنا? احنا دايبا بنتعامل بال market value. ماشي? يا ريت نحفظ الحتة دي. في ال declaration date. بنتعامل بال market value. ما نجدعه بال bar او بال stated. بنتعامل دايبا بال market value او بال fair value. cash dividends. اللي هو كام? مية في واحد. اللي هي كام? مية. مية قصدي. طيب. ال dividends payable. نفس الكلام. مية في واحد. اللي هي برضو كام? مية. كيف هتبع زي اللي فوقه بالظبط. الفلوس اللي انت لازم تدفعها? مية. فالكاش ال المجبر انك تدفع برضو كام? برضو مية. نفس الحاجة. لكن لو قال ال declaration date. بنتعامل بال market value او بال fair value. طيب. ال record date. هنتكلم دولتا حتة ال record date. record date عبارة عن ايه? record date باختصار التاريخ اللي انا بعرف فيه. من الاشخاص اللي هيخدو الارباح. انا مثلا. احنا خلاص اعلننا ان فيه توزيع الارباح. بقى بعد توزيع الارباح طيب. يا جدعان. مين سيأخد الارباح الاول? احنا فاكريين من شابتر سيرتين. مين اول ناس بيأخدو الارباح? البرفيرد? stockholders. ومين بعدهم? common stockholders. ماشي? بيأتي بعض هنا. اي جدعان. معنا يجد عن فلوس تكفي عدد. فلوس تكفي لازم تعمل البرفيرد. يبا احنا مين سيأخد الفلوس البرفيرد? معنا فلوس تكفي البرفيرد والcommon. مين سيأخد الفلوس البرفيرد والcommon? فهم الاخر. الريكورت ديت. بتعرفنا. من الاشخاص اللي هيأخدو الفلوس? مابتعرفنيش بقى مين هيأخد كم ومين هيأخد كم. لا لا. بنشوف ساعتها. مين هيأخد الفلوس? البرفيرد ولا البرفيرد بس? ولا البرفيرد والcommon? ما ينفعش common يأخد فلوس قبل البرفيرد. ينفع قدي بريفيرد لو واحده بس. عادي. ينفع قدي بريفيرد وادي common. لكن هل ينفع قدي common بس? لا ما لا ينفع. لا ينفع ادي common قبل ما ادي الـ preferred. لأننا قلنا الـ preferred ليه افضلية. Preferred. لا يوجد حق في الـ voting بتاع الـ board of directors. لكن هو بيأخذ الفلوس اول واحد. ليس اما الـ common. ليه حقل هو يصوت. لكن بيأخذ الفلوس اخر واحد. ماشي؟ وكان دخوله من الشرطر السرطين. نقل ثلاث نقطة عندنا. الـ payment. الـ payment date. نحن قلنا الـ declaration date نعمل ايه? cash dividends في الـ debit. والـ dividends بيقول في ايه? في الكريدت. في الـ payment. انت خلاص دفعت. دفعت فلوسك. كان عليك الزام ودفعته. هتعمل ايه? هتصفر. انت كان عليك فلوس. الفلوس دي دفعتها. لازم نصفرها. نعملها ايه? نعملها reverse. يعني هنكتب هنا مثلا. الـ dividends. payable. في الـ debit. والكاش. في الكريدت. بس. من الآخر. الـ payment date. عكس الـ payment date. عكس الـ declaration. الـ declaration اعلنت. cash dividends. dividends payable. الزاماتك. دفعت الالزامات خلاص. هتعملها هتصفرها هتعكس. dividends payable. الـ debit. والكاش هتدفع في الـ credit. بس. الكاش هتدفع فلوس. الكاش هتقل. الكاش asset. الـ asset. عندما يقل بـ credit. والـ liability. لما يقل بـ credit. عندما يقل بـ credit. عندما يقل بـ credit. سيبقى الـ debit. ماشي؟ بس. لا يوجد اي حاجة. فلو انا جئنا عن مثلا. انا كتبناه فوق. ستبقى هنا 100. ستبقى هنا نفس الكلام 100. ماشي؟ طيب. لدينا كاملوت. عندما نحن دفعت الـ dividends اللي عليك. هذا يقلل في ماذا عندي. الكاش. قلنا. asset. والـ dividends. يبقى ايه؟ liability. فلما أنا أدفع. اللي يقل عندي. Asset. يقل. liability. بل. قال لك مسألة. On the day of payment. On payment date. نقطة decrease. assets. وليابلتي. لقد قلت لك owner's equity. او stockholders O. او stockholders equity. لا. ما لاش علاقة. doesn't change. ما لاش علاقة بيها. في accounting equation. assets. equal liability. plus owner equity. ده هيقل. وده هيقل. ده هيطير ماذا؟ شكرا. بس. بس. owner equity. سيبقى الستانت. ماذا؟ اركزه بس في الحتة. نقطة نقطة بعدها. عندنا الآن. سنتحدث. سنتحدث. على الـ preferred stock. الـ preferred stock. ماشي؟ انت الآن. عندما يريد. نوزع. بص. اسمعها مني. قبل ما اكتبها. افهمها. يعني. افهمها مني. الآن. أنا الآن. شخص. اشتريت preferred stock. ماشي؟ عندما يأتي توزيع الأرباح. الـ preferred stock. يأخذ فلوسهم الأول. نحن عارفنا من شبتر 13. أول الناس يأخذ فلوسهم إيه؟ الـ preferred. ماشي؟ و الـ common. يأخذ فلوسهم. ماشي؟ لو معي فلوس تكافل الـ preferred. و لا تكافل الـ common. عادي جدا. أعلم. لو معي فلوس تكافل اثنين. خير وبركة. عادي. وزع. لو أريد أن أدفع الـ common. و لا تدفع الـ preferred. ما ينفع. لازم الـ preferred يأخذ فلوسه أول شيء. طيب. أنا أريد فلوس. للـ preferred على أساس إيه؟ على أساس حاجتين. أو حاجة واحدة. availability of cash. هل عندي فلوس أدفع فيها للـ preferred؟ أو عندي فلوس. أدفع الفلوس. هل عندي adequate of cash؟ أو عندك adequate. أدفع. ما عندكش. ما تدفعش. أو يعني التعمل على الهائة الشتوك. بس دي مش كثتنا في الحتة دي يعني. ماشي؟ طيب. لما أنا باقي أدفع فلوس للناسبة للـ preferred. أنا دلت لدي شخص عنده preferred. ندفعه عن طريقي. في الـ preferred. اللي نفكرين من فوق هنا. قلنا. بندفع عن طريق إيه؟ فينها؟ % of bar or state value. يعني إيه؟ يعني في الـ preferred. الـ preferred ليها keyword. % النسبة المئوية. هجيلك في المسألة يقول لك. أنا الشركة عندي. عندي الـ bar value. مثلا بـ 200. ماشي؟ سأقوم بـ 10% 10% dividend. سأقوم بـ 10% كشخص بـ preferred. أنا كشخص. أشتريت سهم. السهم كمته 200. والشركة ستوزع لي 10% في الـ 200. أطلالي كم؟ 20. ده إيه؟ ده الـ dividend. ده الربح اللي جالي. أنا دفعت 200. اشتريت سهم واحد. وعمتم 200. والشركة ستوزع بقيمة 10% تبقى أقول لك الشركة 1% 1% في 20. سأطلع لك رقم. الـ bar value بـ 100. نفس الرقم. من الآخر الـ preferred stock. نضربها دائماً في الـ % هذا هو الـ keyword. أعفظ العيب تدي. الـ keyword بداعها % لا يمكنك تعمل بـ preferred ولا يكون هناك نسبة. ماذا؟ بس. آآ هذه التركة بس بطاعتها. طيب. آآ الـ bar value أو الـ status value. ليس يركز بسرحية تدي. قال لك bar و الـ status. طيب. لدينا شيء اسمها cumulative dividend. ماذا عن كلمة cumulative؟ cumulative جاء شبه كلمة accumulated متراكمة. أرباح متراكمة. dividends أرباح. accumulated جاء من كلمة accumulated. accumulated معنى حاجات متراكمة. أنا كشركة علي أرباح متراكمة. جيت أول سنة للشركة. المجلس الـ board of directors قال إحنا معناش كاش كتير. مش هنعرف ندفع مش هنعرف نوزع أرباح دلوقتي. خلاص أجله أرباح للسنة الجاية. هندفع سنتين مع بعض. عشان مفيش كاش. هل انت لو الشركة ما عايش كاش هل انت هتكبرها؟ لا. مش هتعرف تدفع. هتعلن إفلسها؟ لو أعلانت إفلسها. شكرا. وصلت في فلوسك كلها. كل فلوسك راحت. فالناس بيستنوا عليهم. حد ما يجمعوا كاش وكده. طيب. كلمة cumulative dividends دي. معانها إن في أرباح متراكمة عليها. مثلا الشركة هي دفع أول سنة. ما دفعتش تاني سنة. ما دفعتش ثلاث سنة. ما دفعتش جات في ربعة سنة. هتعمل إيه؟ هتدفع فلوس أرباح ربعة سنة. ومعاهم بالأرباح دي الأول. طيب. سؤال. لو الشركة جات في ربعة سنة. قالت لك أنا هدفع. أنا عايزة. عايزة أوزع أرباح السنة الرابعة بس. هل ينفع؟ لا. لازم الشركة لما تجي توزع أرباحها. توزع أرباحها الأديمة الأول. ما ينفعش أسكيب أول ثلاث سنين. وأدفع على طول الديفيدنز متى السنة الرابعة. لا ينفعش. لازم أوزع. الفلوس طيب. دلوقتي. في. يعني. لما البريفيرد ستوق. تبقى كيوميليتف. لما يكون في أرباح أسهم بريفيرد. تكون متراكمة. نسميها إيه؟ نسميها سهلة جدا. اسمها. ديفيدنز. إن. تريس. اسمها إيه؟ أرباح. متأخرة. أما كيوميليتف. مت. رقم. ماشي؟ جدك كذلك أرباح. يعني من الآخر. كأنك سلفت حد فلوس. وبيقول لك هسدتها لك بالفوائد. بس بعدين. مش دلوقتي. ماشي؟ بس مفيش أي حاجة. طيب. مثلا. نأخذ مسألة. يقول لنا دلوقتي مثلا. الشركة عندها. نأخذ أرقام بسيطة. ألف سهم. ألف شير. اكس وي زد كومباني. هاز. أه. أه. مثلا. نحط النسبة بتاعيتها. 5%. دي هي. دي البرسنتج. 5%. والبار فاليو كام. البار فاليو. 10. لو قال لي. هاتلي. الديفيدنت. بتاعت البريفيرد. هنعملي. هنضرب. الف. خمسة في المية. فعشرة. الف. في خمسة في المية. فعشرة. هيتطلع لنا كام. السانية واحدة. بس حصلها. خمسة في المية. فعشرة. هيتطلع لكم سمية. ده ايه. ده الديفيدنت بتاعت السنة دي. طب لو قال لي. اللي احنا عندنا. سري ييرز. ديفيدنت. ان. اريس. عندي ثلاث سنين. ارباح. متأخرة. هل ينفع. ادفع بتاعت السنة دي بس. لا. لازم ادفع السنين اللي فاتت. هنعملي. هنضرب الالف. في الخمسة في المية. بتاعت البرسنتج. في العشرة بالمية. بار فاليو. في كام. ثلاثة. يعني من الآخر. خمسمية. فيه ثلاثة. هتطلع لنا كام. الف وخمسمية. دولة ايه. دي الارباح المتراكمة. بتاع السنين الفاتت. ومعايا خمسمية. بتاعت السنة دي. يبانى الكاتوتل. كاتوتل ديفيدنت. بكام. في الفين. ما تطلع بطش. وعلى طول تاخد الالف وخمسمية. ماشي. ايه دوقر المسألة. عندنا ارباح متراكمة. تلات سنين. يبانى عندي كام تلات سنين. والسنة دي كام. السنة الرابعة. كده كده هيقول لك التواريخ في المسألة. فيه السنة دي. اللي هي الخمسمية. وثلاثة سنين المتراكمين. الثلاثة سنين بنعملهم ازاي. الثلاثة سنين. بتجيب عادي. البريفيرد. ستوك ديفيدنت. اللي هي. العدد الشيرز. في البرفالي. او الستدفاليو. في البرسنتج. لو يكون كده كده مدهالك. فعدد السنين. في الاخر تجمعهم مع بعض. هتلاقلك في الاخر. التوتال بريفيرد. ستوك ديفيدنت. بس. ماشي. طيب. مسألة تانية. نفس المسألة. ماشي. احنا قلنا كام. طيب. نفس المسألة دلوقتي. بيقول لنا. ألف شير. ألف شير. ألف شير بريفيرد. لا. بصت. لنكتب مسألة يديدة كده. هتتركها تانية. الشركة عندها ألف شير. بريفيرد. خمسة في المية. والبار. بعشرة. ماشي. نفس الشركة. عندها ألف شير. كومون ستوك. هنا بريفيرد ستوك. ماشي. طبعا كومون ستوك. ما فيهش برسنتج. قلنا البريفيرد بس فيه برسنتج. والبار بتاعها كام. بعشرة. ماشي. ما لدينا دلوقتي. احنا كشركة. عندنا الناس يشتروا عدد الأسهم دولة. والناس يشتروا الأسهم دولة. والناس يشتروا الأسهم دولة. إحنا دلوقتي جينا نشوف. ميزانية الفلوس اللي عندنا. لقينا الميزانية بكام. لقينا مثلا. الكاش. ديفيدند. بخمسمية. كاش ديفيدند بخمسمية. كاش ديفيدند بخمسمية. يبقى أنا كشركة. الفلوس المتوفرة عندي كام بخمسمية. أول حاجة. أجي أخش أحسب. الديفيدند بتاعت الكومون. غلط. ما ينفعش. لزينا عني أول دول المتوفرة من الفلوس بكام البريفيرد. مش بت alumni stock. فنجخل ما هنا؟ أول حاجة نضرب 1000. في 5% في 10. يقحن كام بخمسمية. الناس في البريفيرد خمسمية جنيه. وأنا الشركة متوفرة عندها كام من خمسمية. datasetoi common stock. سيأخذ كام؟ سقط بشكر. النص retweet� wherejon new stock 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 handma palm. هل منا يأخذ فلوس؟ م Nutilians will come from. طيب. لو كام Logitee 500autame, filled up 600. معي الشركة وفرة 600 جنيه والبتاع البريفيرد أخذه 500 لذا بتاع الكمون ستوك هيخذه كام هنقوم بعمل 600 مينوس البريفيرد 500 100 يبقى الكمون هيخذه كام هيخذه 100 بس مش لازم بتاع الكمون يأخذه كل فلوسهم يعني مش لازم ممكن تلاقي في مرة الكمون ماخدوش فلوس ممكن مرة أخذه جزئية أهم حاجة بس أن بتاع البرفاليو أو بتاع البريفيرد قصدي بتاع البريفيرد بتوعب الريفيرد اخدوا فلوسهم كاملة متكاملة طيب فحالة بقى ان كل فلوس اتخذت كاملة متكاملة يعني مثلا عايزيني دلوتي نحسي بتوع الكمون ستوك بتوع الكمون ستوك الالف شير فعشرة بيساوي كام بعشر تلاف لو قال لي الشركة هنا ان الشركة عملت ارباح بكام بعشر تلاف خمسمية دفعنا للبريفيرد خمسمية ودفعنا للكمون العشر تلاف بتوعهم هنيجي في الانتري هنعملي الانتري هنكتب في الديكلاريشن ديت الكاش ديفيدنت بعشرة خمسمية والديفيدنت بيابول بعشرة خمسمية طيب انا دفعت عملت البيمنت بتاعتي دفعتها خلاص شكرا دفعت هنشألي بالاكويشن بس بدلا من نكتب كاش ديفيدنت بتاعتي هنكتب كاش بس ماشي هيدي بس التركة اللي فيها لكن بعد إذنك ما تنساش دايما بنبدأ بايه ديبتوع البريفيرد ماشي طيب دي كحتة الكاش ماشي دي واحدة بس ما نخش على حتة الستوك ديفيدنت نفهمت دلوقتي حتة الستوك ديفيدنت طيب قبل بس ما نخش في الحتة دي كنت انا حتة فو بس غلطت فيها مش لازم البريفيرد بس يليكل لها برسنت ماشي عادي لو جاب لنا كومن ستوك وقال عليه برسنت عادي نحسب نفس الحزب ماشي بس هو في الأغلب بيجب البريفيرد ليعه برسنتج والكومن ستوك ما لها ماشي لكن لو جاب لنا كومن ستوك وقال لنا فيه برسنتج عادي جدا لنا نحسبها بنفس طريقة البريفيرد ستوك ماشي ماشي هنجد دلوقتي يعني ده حاجة اسمها الستوك ديفيدنت الستوك ديفيدنت انت دلوقتي شركة بدل ما هتوزع رباحك فلوس هتوزع رباحك اسهم ما بيش اي مشكلة دخل دلوقتي انا شركة وزعت اسهم الساهم عبارة عن ايه الساهم عبارة عن فلوس داب الماني ده بنجيبه منين بنجيبه من طريقتين من الريترنت ارنينج او البيت ان كابتال طيب احنا قلنا لو احنا طلعنا فلوس من البيت ان كابتال هل ده ينفع؟ لا انه illegal واسمها ايه liquidation فمش هينفع نطلع فلوس من هنا هنطلع الشيرز من هنطلع الفلوس بتاعت الشيرز من ايه من الريترنت ارنينج فلما انا اصدر اسهم هيقل لا يحصل الريترنت ارنينج هيقل فحاجة انا احفظها في الستوك في الستوك ديفيدنس واندون الريترنت ارنينج هيقل والبيت ان كابتال هيزيد ازاي؟ مش فاهمها احنا قلنا ايه؟ انت شركة اصدرت اسهم هذه اسهم عبارة عن ايه؟ عبارة عن فلوس ايه انت بتاخد فلوس من عندك بتعملها على هيئة اسهم انت مش بطلع فلوس انت اذا نزل مش بتصرف فلوس من انت مش بطلع كاش لا انت بتعملها على هيئة شيرز انت كده مش هستطلعهم همemente شيرز تعتبر ايه؟ revealing اصدرت الفلوس من عندك قالت كل ما اصدرت كل ما انت كل ما اصدرت Bal والبيت ان كابتال كاس انت بإضافته الممكن ان لو كافلت شدها على هؤلاء في سوء نقف olhar ريتيراند ايرننج بيقل بيتين كابتال انكريز ماشي؟ هل ما احنا بنصدر ستوكس هل بتأثر على التوتال اسيتس او الستوكولدرز ايكوتي؟ لا احنا بنتلعش فلوس للحد احنا ببنجيش جنب اي حاجة اي حد ريتيراند ايرنج تبع الشركة ماناش دعوة بيها لما ريتيراند ايرنج بيقل البيتين كابتال بيزيد يعني اخيال دلوقتي الاكويتين عدينا الاكاويتين ايكويتين Asset Equalability Plus Stockholders Owner Equity في الستوكولدرز ايكوتي اللي ريتيراند ايرنج قل يبقى المفروض الاستوكولدرز اي تقل ففي نفس الوقت البيتين كابتال زادت دي هتكانسل معدي الاستوكولدرز هتبع ايه No Change والاسيتس برضه هتبع ايه No Change يعني باختصار So Stock Dividends Returned Earning بيقل بدين كابتال بيزيد ماشي؟ والسكولدرز ايكوتي والتوتال اسيتس بيكونوا سابتين في الكاش ديفيدنس الكاش ديفيدنس اللي بيقل الكاش بيقل ماشي؟ اه بس هاي دي الفكرة طيب احنا دلوقتي تخيل دلوقتي انا شركة اصدرت ميت سهم اه اصدرت ميت سهم ماشي؟ ده لقيه ده البيفور والميت سهم دولار يعتبروا مثلاً خمسة في المية اونرشيب يعتبروا الشركة عملت Stock Dividends اصدرت اسهم وزعت اسهم الميت سهم دولار بقوا كام؟ بقوا مية وخمسة البرسنتج الجديدة تهتبقى كام؟ برضو خمسة في المية ماشي؟ الاونرشيب مهم عدد الاسهم اللي عندك ذات بتبقى زي ما هي؟ ده كان اسم وايكوة ده بنسميه في شابتر 13 البرميتف عشان كده بنقول ايه؟ بنقول الاونرز ايكوتي الاستوك هولدرز اونر ايكوتي ايه؟ بتكون سابتة لا بتغيرش فيها اي حاجة طيب ليه الشركة بتحب تصدر اسهم؟ كذا حاجة اول حاجة الشركة مش عايزة تصدر الفلوس مش عايزة تطلع كاش الكاش عندها قليل ومش عايزة في نفس الوقت عايزين نزود الماركت بتاعنا ندخل ده الوقت اول حاجة ايه؟ company doesn't want to spend cash لابتاني حاجة عايزين نزود الماركت فاليو انا ده الوقت اصدر شيرز 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 مش انا كده بيجي لي فلوس وبيجي لي استثمارات يبان بزود ايه؟ بزود الماركت بتاعي increase in market worth worth off the stock نستثمر نستثمر في الشركة للمدى الطويل ولما ازهج بقى ساعتها سأسحب فلوسي لكن كسوتنا هنا ايه؟ to encourage investors to reinvest invest عشان نشجع لما تلاقي الشركة بتديلك اسهم وكده انت بتحاول تحفز عليها بحيث بنأمل ايه كوميتها الزيد فالفلوسك تزيد وكلام ده كله لما نأتي ال entry لذي يكون هناك او كيس اول كيس لو % less than 20% و اخر كيس هي more than 20% يعني ايه، مش احنا قلنا في البرفيرد وفي الكمون بنتعامل ببرسنتج بيدي لك الشير والبرفاليو والبرسنتج عند الوقت بتكلم عن البرسنتج دي لو البرسنتج أقل من 20% 7% 5% 13% بنتعامل بإيه بنتعامل بالفير فاليو طب الانتري بيكون شكلها ازاي بيكون كده أول حاجة ديفيد في الديبت والرقم ده بيكون إيه ده بيكون الفير فاليو يعني مثلا لو أدك خمسة خمسة دلار ماركت وستة دلار بار ومية ساهم ميت شير بناخد ايه الميت شير في الخمسة ماشي ونكمل هنكتبه تحت في كريدت كومون ستوك ديفيدنت ديستريبيوتف أو ديستريبيوتنس هنا في الكريدت طيب لو فيه فرق يعني مثلا خلينا نقول ميشينا على الإجزامل اللي فوق ده فوق تلال الرقم بكام خمسة مية ماشي؟ والرقم اللي تحت ده بيتعامل بإيه بالبار زي شابتر سيرتين بالزبط فوق خمسة مية اللي بار تحت بكام ستة مية ستة لفاص دي لأ ستة مية أو ستة مية ستة مية وانا خمسة مية كده ايه؟ انا عندي فوق خمسة مية ودي تحت ستة مية اللي بفاكام شابتر سيرتين كنا بنعمليه كده دلوقتي الانت عندي مش مزبوطة نكتب ايه؟ بيد in capital in excess of the bar في البيت لأول عكس لذا لو طلعت الفير فاليو اكبر سنجيب البيتعامل بإيه كباتة سنكتبها في الكريدت نفس الحاجة لا يوجد أي مشكلة طيب مين يكيس عندنا؟ في المورزان 20% لو قللي البرسنتج بمثلا ب30% هنعمل ايه؟ هنتعامل نفس الانترى بنفس كل حاجة لكن اللي اتنامي البر فاليو يعني هني جاينا هنكتب stock dividend ودي هتكون البر والcommon stock dividend distributable برضه هتبع ايه؟ هتبع بار ناسف بس انا لو قدبتك لمغالفت ماشي؟ ناس فلو النسبة اقل من 20% نعمل حسابنا stock dividend cost common stock dividend distributive او نقدر نعمل لها distribution وفي بيت انكسس بنتعامل بإيه؟ في stock dividend بنتعامل بها بالفير فاليو وتحت في البار ونشوف الفرق لو الديبت يعني عادت فيها اقل لو باركت الفاليو اقل نكتب البيت انكابتة الفوق لو البيت انكابتة اكبر نحط البيت انكابتة نحية الكريدت لكن لو 20% 20% يعني من 20% ل 25% سنكون ضكيك يعني ماشي؟ كده انا سيجبها واضحة stock dividend ستعمل بالبار والdistricted ستعمل بالبار اما في لزان common stock dividend ستعمل بها بالبار وبعدها نشوف الفرق راح فيه ماشي؟ ماشي؟ بس لا يوجد مشكلة كده يعني بالضبط شبه حتة شابتر 13 ماشي؟ طيب دلوقتي هل كده فيه حتة نقصانة؟ نحن قلنا حتة الكاش dividend بتقلل من return ارنك صح؟ كينها؟ 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 الاست بل والليابيليتي بل والاونر ايكوتي اي ونستانت طيب في الستوكولدر في الستوك dividend الاترنت ارنك بل و ال بيد ان كابتال بزيد والاونر ايكوتي اللي هي الستوكولدر ايكوتي بتبقى ايه؟ ونستانت ماشي؟ طيب لو انا عندي كيوميليتيف مثلا عندي كيوميليتيف كاش عندي فلوس لسه مستدتهاش إلا هي إلا عندي الاونر ايكوتي الستوكولدر ايكوتي والاسيتس ماشي ماشي بس ما فيه شغل كده فيه حاجة كده نقصاني احنا نقصح هنا ننسى نكتب الانتري الانتري بتاعت ال ايشوانس للشركة بقصدر خلاص هتدي لك الاسهم الانتري بتاعتنا بتكون الانتري بتاعتنا الانتري بتاعتنا الاساسية بتكون دي 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 ستريبيوتف في الديبت و كومنسلوك في الكريدت دي ايه دي في حالة ايه الاشو لما خلاص الاسوم كنت اصدرتها لكن هنا الديكليريشن ماشي قال الاشو خلاص اصدرتها راحت لاصحابها لازم نصفر ماشي ويرس مفروض كده مفيش هتا كل نساتا يلا بنا نكمل لدينا شيء اسمها ستوك سبلت يعني ستوك سبلت من اسمها ستوك سبلت يعني انا بمسك السهم واسم اتنين يعني بدلا ما يكون معي سهم يكون معي سهمين ايه برضو الفكرة انت دلوقتي احنا قلنا ايه في الستوك ديفيدنس احب نصدر اسهم عدل اسهم بتزيد هل ده يؤثر على البر فاليو او بيؤثر على الماركت فاليو اي حاجة لا في الستوك ديفيدنس ببنقصرش على اي حاجة في الستوك ديفيدنس اخرنا ايه بنزود عدد الاسهم بنقل الريتيرنت ارنين بنعلي البيت ان كابتل ماشي هل ليه علاقة بالبر فاليو بقى او الماركت فاليو لا مالاش اي علاقة بيهم ما عاد هنا في الستوك سبلت العكس الستوك سبلت معناها ايه تخيل معي عندك الف سهم في السوق انت عايز تعملهم ستوك سبلت عايز تضعفهم تزود عددهم الضعف مثلا عندنا الف سهم سعر السهم البر فاليو بمثلا عشرة جنيه والماركت فاليو بعشرين قد ما بقى مال ستوك سبلت ستوك سبلت معناها ايه سأضبع سأضبع النامبر ونهات النامبر النامبر يعني ايه برضه حسنا نمشى على هذا المثال في الستوك سبلت الالف عندما اضبع الالف سيكون بعد الالف سهم سيكون 2000 والعشرة ليس جديد بالدابل وطايمز ما حصل السعر سيقل لا تفهمني تعال اسمعني تخيل دلوقتي فيه 1000 عربية موجودة في السوق 1000 عربية دي سعر العربية الواحدة 100 جنيه ماشي الشركة اصدرت 1000 عربية كمان سعر العربيات هايزيت هايقل هايقل كحاجة طبيعية هايقل ليه؟ عشان حاجات متوفرة لو الحاجة موجودة عندك بوفرة سعرها قليل ماشي؟ نفس الكلام هنا عندما ازود عدد الأسهم اللي بيحصل لسعرهم بيقل يعني بدل ما البر فاليو بعشرة هايقل بكام هايقل بخامسة وبعدده ماركت فاليو بعشين هايقل بكام بعشرة برضو وفينا القانون ما فيمتش حاجة القانون بتاع بالسطوك سبلت الرليشن بتوين ستوك سبلت ان شيرز قانون هايقل بخامسة اشتاء وكامل اشتاء 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 مثلا نتخيل قلق في المسألة قلق بها شروع ب Liquor بل كامل محشة يزيد عندي ايه؟ 2x قال يحصل البر value و قلنا ايه inversely proportional يعني ايه كلمة inversely proportional تخيل معي ايه 2 عايزي ان اعملها inversely proportional هتبع ايه؟ هتبع ايه؟ هتبع كول هوف انا مش فاهب اعلى معي الاتنين هنشألبها هنشألب الاتنين يعني ايه خادراتي الاتنين كده المفوض الاتنين بتتكتب ازاي؟ الاتنين على واحد بس عندما بنكتبش الرقم اللي تحت ده inversely proportional معناها ايه؟ الشألب و انا على طول اللي هي كام الازير وينت 5 هيدا معناها كلمة inversely proportional ماشي؟ فلو احنا عدينا الفين سهم عايز نعملهم stock split هيتطلعوا كام؟ اربعة تلف سهم وكذلك طيب احنا ليه برضو بنعمل stock split بنعمل stock split ده عشان نزود الماركت بتاعنا يعني اشعب او ازود الماركتابيلتي بتاعتي السوق بتاعي اشهر نفسي قدر اجد منتجاتي مشهورة اجد منتجاتي متوفرة وفي نفس الوقت اقلل الماركت فاليو لو السعر عندي عالي قوي مش اي حد يقدر اشتريل اقلله عشان اي حد يعني اي فلوس تخشي للشركة ما فياش اي مشكلة ماشي؟ فلنجب نفرق stock split بنقصر على power value وبنقصر على الماركت فاليو ماشي؟ لكن ملاهاش علاقه بالاونرز ايكوتي ملاهاش دعو بالاونرز ايكوتي يعني ايه مش فاهم تعال اقول لك دعال دريت تخيل معاك تخيل معاك دلوقتي نمسى هبص الارقام دي لو انت مش مقتنى بحتة الاونرز ايكوتي قلنا الف وخمسة ملاهاشي وعشرة ماركت فاليو ولكن اقلنا عشرة وعشرين عايزين نشوف الارقام بتاعتهم ده قبل ما نعمل stock split قبل ما نعمل السعر الكام في البر فاليو الف وعشرة عشرة تلاف دعال ماركت فاليو بكام باشرين الف ده ايه بيفور سبلت دب عملنا سبلت هيبكام الفين وخمسة وعشرة الالفين في خمسة بكام؟ بعشر تلاف ماشي؟ طيب الالفين في عشر بكام؟ عشرين ألف الونر ايكوتي هنا زي اللي هنا؟ او زي اللي هنا طيب إلا حصل number of shares زادت power value L والmarket value L ماشي؟ بس طبعا بمقين اللي اتنين دولار شبه بعض يعني الونر ايكوتي ايكوال مش لازم نعمله جوناليزيشن مالهش انتريم الاخر كده كده زي ما هي كانت قابل الاسبلت هتبع هي هي بعد الاسبلت ممكن تختلاف بس ايه؟ ان عدد الشيرز زاد والpower value قل والmarket value برضو قل بس غير كده مفيش اي حاجة ماشي؟ ايه دي بس اتركابتها كلها طيب نجي دلوقتي الجزئية تانية عندنا عشان بس الصفحة عندي بتتقل صاني واحد بس ازود الصفحة دعنا دعنا نتكلم شوية على الReturned Earning قلنا الReturned Earning معناها ايه؟ هي الفلوس اللي الشركة بتعملها منها نفسها ماشي؟ الفلوس ما بتجيش من بره لا الشركة بتعملها منها نفسها بتكون الNet Income بتعت الشركة صفي الارباح الشركة عملت Revenue بنعملها منس الاكسبانس وباقي الحاجات بيطلع لنا في الاخر صفي فلوس المكسب ماشي؟ المكسب ده بتسمي ايه؟ الReturned Earning طيب الReturned Earning مش كل مرة لازم استخدامه كله يعني مثلاً لو انا عندي 1000 جنيه Returned هل ده معانا لان اصرف الالف؟ لا ما ينفعش تصرف الالف اتباك لا اصرف طبش اكون معك فلوس كده انت مش هتطرف تعمل اي حاجة فمش معنى انت معك الف يبين انت تقدر تستخدمهم لازم توفر فلوس لازم تخلي عندك فلوس احتياطي طيب الReturned Earning برضو يعتبر ايه؟ Returned Earning من شطر 13 قونا هو ايه؟ Credit Balance Credit Balance اصله Credit لو زاد طب لو قل سيكون دبت طب لو قل بقى سنسمي ايه؟ لو قل هنا سنسمي اسمه اخر بنسميه؟ عجز بدل ما انت عندك فلوس زيادة في الخزنة لا بقى عندك عجز فلوس فقط اسمها في ايه لو ديبيت لكن هو اساساً الكريديت لدينا شيء اسمها Returning Earning Restrictions ليست نحن قلنا لهذا ما قلنا نحن نوضع الدفيدنس من Returning Earning طيب لدينا في Returning Earning لدينا لدينا شوية restrictions لدينا شوية حواجز حاجات ما ينفعش نتعديها هل تعمل؟ نعلم نقل ندرس كم واحدة فيهم اول واحدة وهي Allegra restrictions في بعض الولايات أو في بعض الدول أو أي المكان المحافظة التي تساكل فيها أو البلد كل بلد لها قانونها لها قانون الخاص بها في شوية بلاد بتمنع أن الشركة توزع ديفيدنز توزع أرباح من اليترنت بتقول لك ليه مش إحنا قلنا عندنا في اليترنت في الستوكهولدرز إيكوتي اليترنت عبارة عن إيه اليترنت بتكتيه على طول ببعناها إيه التريجري بيقول لنا التريجري بتخش على اليترنت يعني إيه يعني لما إنت بتوزع بتوزع حاجات من اليترنت يأتي بتي على حساب التريجري فأنت كده يكون عندك عكز فأنت لا عايز توزع من اليترنت بيع التريجري تعني إيه ما نقولين التريجري تريجري دي معناه أن الشركة تشتري الأس sting من السوق و تحتفظ بها. من الآخر. نزلت أنت صاحب أنت مصنع عربيات. نزلت عربيات السوق و أنت اشتريتها تليل نفسك. ماشي? في نفس الوقت. أنت بديع من الريترنت. أنت كده بتحتكر السوق. أنت كده بتحتكر سوق البورصة. فما ينفعش. فبيقول لك. عايز توزع من الريترنت. من الريترنت إرنينجز. بيع تريجري. بيع تريجري. هنخليك تبيع من الريترنت. ماشي؟ يعني كل دولة لها قوانين بتاعتها. ثاني حاجة إيه؟ الريترنت. الريستريكشن. الريستريكشن باختصار. إن البرورد оф دايريكتورز. ممكن يوقفوا أي ديفيدنز من الريترنت إرنينجز. ممكن يمنعوها عادي جدا. إحنا عندنا عجزة في الفلوس. ما نقدرش نوزع من الريترنت إرنينجز. خلاص شكرا. وزع ستوكس. قاعد وزع ستوكس 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 ستوكس. ماشي؟ رقم ثلاثة. contractual. contractual من كلمتها. عقود. أقل إن أفتح شركة. أكون ماضي كزعق مع الموردين. أنا كمورد. إذا كان هناك شخص يوصل لك الأساسية لكي تعمل بها. لن يجب أن أضمن حقيقي. أنا أعطي لك حاجات. ويأتيك مثلا. ويأتيك فلوس. ويأتيك كروض. لن يجب أن أضمن هذه الكروض. هترجع لي. هتضمنها إزاي. إلا أن أمنعك تصرف مرترنت إرنينجز. لما أن أمنعك تصرف مرترنت إرنينجز. ستكون عندك فلوس احتياطي. فلو أنت حصل لك حاجة. سيكون معك فلوس. وأعرف أن يجي لحق. إذا أصبح تصرف contractual. ماشي؟ بس. ما فيهش أي شيء تاني. وفي الأول وفي الأخير. كيف نعرف. هذه معلومة على جميع. نعرف كيف سيكون هناك ديفيدنس أو لا. الشركات تقولها عموما. في الفينانشال استيتمت. تقول قايا جدا. أن السنة سيكون هناك ديفيدنس. ماشي؟ ده أنا عندي عجز. أو أنا عندي فلوس زيادة. لو أنت عندك عجز في الفلوس. أو فلوس زيادة. إيه أول حاجة الشركة بتبص عليها؟ بتبص عليها؟ على الريترنت. مش الريترنت دي. الفلوس اللي عندها. يعني من الآخر. الفلوس اللي عندها. الفلوس اللي عندها. حلتها. آخر حاجة متباقية للشركة. أنا مثلا. مثلا. دخلت 2024 ومعايا مليون جنيه. ماشي؟ وقفلت حسابات 2023. أنا قفلت 2023 ودخلت 2024. ماشي؟ إيه ده? 2024 إيه ده؟ ده أنا المفروض عملت غلطة في 2023. المفروض 2023 نقصهم 300 ألف. في 300 ألف هنا إيه ما تحسبوش هنا. فأروح أعمل إيه كشركة؟ أروح عند المليون اللي عندي هنا. وأعمل إيه؟ ماينس 300 ألف. لابت 300 ألف طوله أعملهم ماين من الريترنت ارني. من الآخر. عملت حسابة غلط. أول حاجة بتبص عليها إيه؟ الريترنت ارني. هيجب لك المسألة إزاي؟ هيقول لك المسألة. آآ هيقول لك المسألة إزاي دلوقتي. مثلا. أنت دخلت سنة 2024. ماشي؟ واكتشفت أن في سنة قبلها سنة 2023. أنت كان عندك عجز أو إرور. عندك إرور. في كام؟ في عشر تلاف. أكيوميليتد. Expenses. ماشي؟ ايه الإنتري بورك؟ الإنتري بورك الأوقتي. مشي حنا قلنا. إن الكريت إن كريدت لما بتزيد. الرترنت لما بتزيد كريتت. دلوقتي أنا عندي عجزة في الفلوس. عندي فلوس ما ضفعتهاش. سقتر فلوس، سأخل فلوس من الرترنت. فالريترنت عندي إيه؟ هتقل. فلما تقل هتبع إيه هتبقى ديبيت. أو بل سنجد إيه؟ ديفيسيت. هتبع هنا. رترنت إرنيز. عشر تلاف في الديبت والأكيوميليت الديبريشيشن هنا هتبقى أكيوميليت الديبريشيشن عشر تلاف ده ايه ده بعد ما انت اكتشافت الارور اكتشافت الارور هتشوف عندك ايه اه انا عندي عجز في الفلوس عندي ارور عندي فلوس كانت عالية وانا ما دفعتها خلاص هسددها من فلوس الريترنت طيب احنا دلوقتي هنا عندنا حالتين في حالة باخد فلوس من الريترنت وفي حاجات وفي حالات بناقص فلوس يعني مثلا ممكن اخدش سنة 24 ومعايا فلوس زيادة اذا معايا فلوس زيادة طب احطوها على الريترنت ارنجز اعملت ارور مثلا السنة اللي فاتت فيه فلوس نسيت احسبها طيب نفس الكلام ممكن اكون دخلت السنة الجديدة وكان علي فلوس يعني عندنا ايه عندنا two cases is addition to return earnings and subtract from return earnings يعني عندنا حالات بزود فيها على الريترنت جاءت لي فلوس زيادة بزودها عادي جدا انت بجاءت لي حالات انا لا دفعتش فلوس اعمل بعمل سابتراكت انا نقص فلوس بس طيب في الادشن نزود امتا حالتين نحفظهم ماشي لما the expense will cost of goods sold او will cogs دي كانت في الترميل الاولاني is over stated لا بص هكتب كده اش عشان دي مهمة اولا over stated معناها ايه هاي يعني دلوقتي لو انا عملت مصريفي وسجلت مصريف المصريف اللي عندي عالية جدا المصريف عندي اللي عندي ايه لا يحصل هزود على الريترنت ارنيس طيب تاني حاجة لو ايه لو revenue عندي انظر stated اقوله في الحالة دي هنعمل هنعمل addition to return earnings هنزود في العكس في subtract عكسهم بالزبط عكسهم بالزبط و under stated و revenue over stated محطة دولت حفظه عشان دولت كده كده يعني اللعب كله بجاك هذه الكلمات دي. Overstated, Understated, سأقول لك نعمل Addition و نعمل Substract. Addition يعني Plus. Substract يعني Minus. ماشي؟ مثلاً. قال لي مسألة مثلاً. قال لنا عندنا Expense. Overstated from previous year بمية جنيه. احتوالي فى الريترنت ارنجز هتعمل لهم هتعمل CRD هتعمل ACCUMULATED DEPRECIATION 100 شكرا في الريترنت ارنجز زادت زادت ايه هتبقى CRD و chested and depreciation هتقل اشعال خلاص هتددنا وعملنا على اللي علينا بس طيب عددنا دلوقتي الReturned Earning Statement عمله زي Statement of Honor Equity نفس الكلام الR E Statement اكتبع رباره عن ايه Positive Pornictive L-Error Of Prior Year بنشوف الثاني اللي فاتت هنعمل Addition ولا Substract بنكتب الاركام بعدها بنكتب الـ Plus Net Income بعدها منصف الكاش Dividend ومنصف الستق Dividend عمله زي Statement of Honor Equity بلصف الريفينيو بلصف الريفينيو بلصف الانفستمت بلصف الانفستمت بلصف الروين نفس الكلام هنا الError Of Prior Year نرى هل هنعمل Substract ونعمل Addition و ال Net Income بلصف الـ Plus و ال Cash Dividend و ال Stock Dividend نسحب فلوس من Returned فدايما بلصف الريفين بلصف الريفينيو بعدها نخلص الحزبة يعمل Ending Returned Earning و تكتب الرقم هنا و شكرا ماشي طيب القانون بتاعها بلصف الانفستمت بدل من غير ال الستيتمنت Ending Returned Earning بتساوي ال Beginning Returned Earning Plus ال Adjustment Plus Net Income Plus Net Income أو حتى لو فيه Net Loss لو Net Loss ستبقى بال Negative Net Income Plus أو Minus Net Loss و Minus Dividend على حسب باكاش أو Stock ماشي؟ بسيطة بسيطة حسنا دلوقتي نقاط البعديها لدينا شيء اسمها Stockholder Equity Analysis بسيطة بريك بسيطة 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 لدينا شيء اسمها Return On Common Stockholders Equity بسمها ايه؟ Return On Common Stockholders Equity أو اسمها يعني المفاصر Roe دقانون قانون بيقولي In Net Income To Common ستوك هولدر على أفريج كومن ستوك هولدر ايكوتي معناها هي اقوص اقوص شرح بس هو قانون عموما دعنا نفسسوا اول شيء نمسك الحتة اللي فوق النت انكم افيلابل تو كومن ستوك هولدر فقانون هي قانون هيجلاتي هنعمل النت انكم مينوس البرفيرد ستوك ديفدند 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 ستبقى البرسنتج �� enjoyed the percentage times البار value times اصد Marshall's value Metal's value او البار يعني او افتلاك البار ستعامل بالبر افكار وبر ستعامل بالماركت افتلاك كلماركت ستتعامل بالماركت the number of shares times بار او الماركت الول hatır عداء ونت انكم الرقم اللي هطلع هنضعه فوق الأفريج بقى common stockholders equity هنعمل ايه؟ هنعمل الbeginning common stockholders equity plus ending common stockholders equity على 2 ده رقم بيكون given وده رقم بيكون given هتعملهم بلس باطع على 2 ويطلع لك الرقم التحتاني لكن الحتة اللي فوق هتعمل الnet income minus preferred stock dividends وفي الاخرى هتعمل رقم الرقم هذا الرقم سنعتبره بالpercent مثلا لو تعالك 0.2 0.2 ما يعني 20% كيف سنفعل 0.2 times 100 سنعتبره بالpercent الرقم سنعتبره بالpercentage سنعتبره بالpercentage هنأتي بقى الحتة الأخيرة هنا الحتة اللي قبل الأخيرة اللي هي كانت بتقول لدينا ال income statement ال income statement دي كانت هكوة نحضانه بالترم الأوليني اللي هي كانت بتكون عبارة عن ايه؟ تكون كالآتي أول حاجة السيلز minus الكوكز تحتها gross profit minus operating expense ماشي مالذي حتى بيضاء لنضع الرقم ونجمع الكنين دولار بعدها income from operation نجد ما يكون بلوص ال revenue minus expense بلوص ال revenue أو gain وهنا losses هذه المستخدمة في الترم الأوليني لكن هنا لدينا شيئا اسمها Income from taxes أو Before لا Before Income before taxes كل شيء بتحسيمه يجب عليها ضريبة فهنمشي بكل حزبنات كله وفي الآخر خلص نعمل Minus Income ستعمل منس الضريبة يعني ستخلص حساباتك وهدي لك كل أرقام وكل شيء في الآخر خالص سيقول لك عندنا ضريبة 30% ماشي خالي نقول لو رقم 100 الرقم في الآخر بعد الكلام ده كله صف صف على 100 ولين عندنا ضريبة 30% هتعمل ايه هتعمل 100 نقص 30% 30% 30% من 100 بكام نقص 30% يعني 100 نقص 30 نقص 30% بسبعين ما ينفعش يعني ماليش حد نعمل 100 نقص 70 بالتلاتين انت طلعت كده النسبة فقط اخر شيء لدينا اي بي اس اي بي اس اي بي اس ايه يعمل بزرط زي اروي يعتبر الاثنين نفس الحاجة بتكون ايه النيت انكم مينوس البيفيرد ستوك ديفيدند بس بتاعت السنة دي الويد افريج نمبر وفي الكومونسطوك اوتستاندن شيرز بس بس اقانون هيتديلوك ارقام تطبق بي ماشي؟ طبعا مقدرش يعني اجب مساء الكلام ده كله لان مش هتطول الفيديو يعني اكتر من كده الشابتر لزيز بس في كده باش ويتحفز بس يارب تكوني انا اكون في التقو شكرا موسيقى